بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بصلا خير عليكم بنات وشراكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات جيتكم بفيديو تاع البراج والمبرجة والامتقبة يعني كل واحد كيفاش يعيد لها. بما أنه يعني قرب موسم تاع ربيع إن شاء الله. ويعني هذه الحاجة من العادات وتقاليد تعنا. أنه يعني كي قرب ربيع نديروا البراج والمبرجة. البنات وصفة هذي بزف بزف هيلة. ننصحكم ما تراطيوهاش. نجي الله يبارك ما شاء الله شوفوا لو انت حاجة فشي يجي حمر يجي بيان ضوغي. ماشي هذيك المبرجة لي محروقة. يعني سر تحا أن يحن نعطيه لكم في المقادل إن شاء الله. هنبدأوا على بركة الله هكذا باش منطولش عليكم البنات. أول حاجة البنات عندي هاد الكيلة هاد الأبوات يعني كتح ندير بول مي ما حبيتش قلت هكا باش كامل تعرفوا. هنالبنات عندي زوج كيلة ونص تاع دقيق متوسط. والا نستعملت هاد البنات هكذا باش للأمانة هكذا باش لي حبوا يجربوه إن شاء الله ينجحوا فيه. هنالبنات كي ما قلت لكم درت زوج كيلة ونص تاع دقيق متوسط. اللي نخدم به مقاروة تاع الكوشة. والكيلة هنالبنات الثالثة قلنا زوج كيلة دقيق متوسط. الثالثة نديرها نص ميد ونصها نديرو فارينة. هكذا البنات يعني هكذا نقدرون ديروها تلت كيلة تاع دقيق. مسرحة نعني بازيت بوكو بلوس على المبتدئات كاين بزاف لي كي قطعوها ولا يجوا يطيبوها تتشقق لهم ويخافوا ما تنجح لهمش فيها. نقول لكم يعني بهات الطريقة ديروها وعينيكم مغمضين يعني صدقوني. كما يقول كدامنا ربي سبح حانو مي على دمانتي جيكم برجة ولا ارواح يعني لي اكلها تقليقات وماشي ماشي مبرجة. فهنا هنالبنات نخلط مليح هدو كزوج كيلة ونص دقيق مع النص كيلة تاع الفارينة نخلطهم تخيبين حتى الفارينة هذيك تولي ما تبان ليش كامل. ومن بعد انجون كيلو اللي دم تعنا. هنالبنات قبل ما ندير اللي دم اه ندير الملح هكذا باش لبراج تاعي ما يجون اش سمطين كما نعرفو يعني كو نديرو سميد بلا ملح ما وش رايح يجيبنين. يجي سام هكذا يعني ملحو يعني دقيق تاعكم عادي شغلا كوراي حين ديرو كسرة ولا ما تخافوش يعني كمية تاع الملح هكذا باش لبراج تاعكم يجيكم بنان. اه يعني الحلاوة تعتمر مع هذيك الملوحية تاع دقيق ها كانت تحصلوا على دوق يكون بنان. اهنا البنات وش عندي اللي دم عندي اه كيلة غربع تاع سمن. اهنا البنات من الافضل من الافضل تستعملوا اسمن وحدها. اهنا دوك البنات اللي كاين بزاف اللي يقدروا يقولوا لي اسكن قدروا نستعملها. بالماغغغين. نقول لكم تقدروا تستعملوها. بالصحي الفرق اللي بين البراج اللي مخدومين باسمن. و اللي مخدومين بالماغغغين ماشي كيف كيف. فهنا البنات هني زدت مغير فا معمرة مليحة على ماغغغين. نقدرت كيلة غير ربع تع سمن. درت مغير فا كبيرة تعالى ماغغغين. واني رايح نكمل الكيلة تاعي بالزيت. هنا البنات اللي معولة يعني كما نقولو اه تدير كمية كبيرة وتخبيها. من الافضل تستعمل سمن وزيت. بس كسمن اللي بنات ما فيهاش اللي ما عك المغارين في هذا الماء. وكما تطول تخدموا البراج بالمغارين ويطولوا ما يحافظوش على القرمى الشاتح وما ديك يكونوا طريين من المالي في المغارين. هنا كما راكم تشوفوا كملت عمرت الكيلة تاعي بالزيت والمكون سحري هو اللي يخلي الطياب بتاع البراج تاعكم يجو محمرين يجو بيان ضوغي وما يجوش هدك البراج اللي محروقين وفيهم الكحولية هي العسل هنا البنات درت الزوج مغارف كبار تع العسل ستكون يعطي لها وحد الدوق ولا ارواح ويعطي لها تحميره بزاف بزاف شابه. والدك هنا البنات نفرغ ليدام تاعي على الدقيق نعود لكم هنا البنات المقادر هكذا لي ما فهمتش قلنا زوج كيسن ونص تاع دقيق متوسط ونكمل الكيلة هدك النص اللي درتوا دقيق نكملوا فارينا صافي هكا عندنا تلت كيلة تاع نقولوا دقيق بين دقيق وفارينا والكيلة الثالثة اني الرابعة عفوا اني حنديرها ليدام. ليدام هنا البنات كيما قد لكم مجدد كيلة غير ربعتها سمن مغير فاكبيرة على مغارف ونكمل نعمر الكيلة تاعي بالزيت يعني البنات تقدروا تديرها كيما قد لكم بالمغارف نعود لكم معلش هكا باش كامل يفهموني لي رايح تستهلكها يعني في نهارها ولا في يومين تلتيام ما فيها بس تقدر دير مغارف وحدها من لي معاولة تخبي هادو بخي في غنس تدير سمن وزيت هادا ماكا. وهنا البنات نبقى نحكم مليح هادا كسميد بني ديا لازم بسوا مليح سميد هادا وقتاش نعرفو البنات نحبسو هاد العمليات تاع التبسس هندو كنوري لكم طريقة هكا باش تعرفوا الى سميد تاعكم تبسس ولا ما زال وهات الطريقة بزاف مهم ما هكدا باش كيتحلوا البراجتاعكم ما مش رايحين يتشققوا لكم. نبقى يعني هكدا نحك في السميد هادا كما راكم تشوفو. يعني حكوهم مليح مش يتخلطوا غير شوية تقولوا خلاص صيبوا يعني هاداك اللي دام راه يتخلطوا في السميد. يعني هو ليدام البنات صارحة ما يدخلش في السميد. يغلف برك الحبات على سميد. بس كسميد يعني ما يتشربش اللي دام شوفو هنا البنات تستلي نديره نبقى ندير نسي ندير كويرة شوفو هنا كما البنات هادي كويرة تشقت له يعني ما زال مش بعش تبسس ما زال نزيد ونحكوه بين يدينا. يعني شاك فوا نحك ونعاود ندير نفس العملية كي نشوفو هاديك لابول كي نبدأ نشكلها في يدي نشوفها ما تشقت ليش تماك نحبس ما نزيدش نحك السميد هادك والسمن بين يديه يعني هاد كما نقولوا هاد المرحلة هادية بزف مهمة في البراج باش يجيكم كامل على وجه واحد وما يجيكمش متشقق ما القريه هو مبسس يعني ما شاء الله شاك فوا نحك بين يديه ونشوف نهار لي نوصل المرحلة انه اللابول هاديك تاعي متشققتش نحبس كيما هنا البنات سيبو نحبس ما نزيدش نبسسها كيما هنا البنات فهذا المرحلة تقدرو ديروها في الليل وصباح تواسيح كيما هنا يعني درتو سيخ بلاس ما بيتو ما والو غسلت بركي يديه هنا البنات عندي الحليب دي بخيفيرانس ديروها بالحليب يعني يعطي لها دوقة بزف هايل لما حبتش دي الحليب تقدر تستغنى عليه تماما دير كيلة تعلمه الله اكبر لا تقدرو ديرو اه ماء ومزهر يعني مع اني ما نفضلش المزهر في اله في البراج بس كحي نحيلهم كامل هادك دوقة تحهم نوك هنا البنات كيما قد كوم درت كيلة على الحليب وبقيت نرش شوفوا البنات هاني نخدم غير بصباعتين نأكد ونعاود ما تعجنوش اله البراج ميتعجنوش نبقى وبرك نحركوا بصباعتين شغلنا نفتلوا في الطعام وندخل هادك الحليب التماك حتى كنشوفوا وشرب هادك الكمية اللولى نزيد نرشو حتى البنات هانا تقدرو تكملوا الكيلة كاملة كيما تقدرو تديرو اه نص كيلة انا الصراحة الهاد سميد نوعية سميد ليستعملتها خدات لي كيلة غير ربعة على الحليب بالضبط يعني لا زيادة لا نقصان خدات لي كيلة غير ربعة شوفوا هنا البنات ما تخافوش في اللولى يبن لكم جاري يعني واحدة مبتدي اكيد شوفها تقول لك سيباو ما نزيدلوش ميهو ما ما تخافوش البناتها نبقى توجو غير بسبعة تيابرك ندخل كمية هادي كتاع الحليب كين يبزاف يشوفها كاتجاري تقول لك راطيتو سيمون هو لا لا يعني لطول لنا نخلي وهي ريح نزيدو نوجدو تمر تعنا شوفوا هنا البنات خضات لي كيلة غير ربعة يعني ماشي نص كيلة وماشي يعني كين نوعية عسميد لي تاخذلكم اكتر من اه تاخذكم تعرفوا كيلة سواسوا نجوز هنا البنات للتمر انا هنا عندي البنات الغرس على البطانة هاي المشاء الله صراحة والله مش ريتو وبعتته لي مش تاريكة نقولها آآ بارك الله فيك وربي جازيك كل خير ان شاء الله ستقوني البنات النوعية تعال غرسة هادية آآ الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله يعني صراحة انبعتته لي مخدوم ومنقي وكلش هنا بركان البنات هاني رايح نزيدلو شوية تعس من هذا ما كان انتوما كانت النوعية تعال الغرس تعاكم ولا التمر هادك الجي قاسحة هديك تعالوزين لي جيا بس شوية معلكم غير تفوروه وبعد ما تفوروه آآ زيدوا له هكذا سمن وشوية تعزيت ونزيدوا له المظهر ولا الماء حتى آآ يكون طريقي ما هذا عني هاد الله يبارك ما شاء الله ما فورتو لبنات ما زيتلو احدا حاجة خطر نوعية تعال الله يبارك بزيف هاي شوفوا كيفاش يجي معلك هو الطريق آآ ما شاء الله هنا بركزتلو شوية تعس من هكا باش نضمن كي نديرو داخل البراجة ورايح يجيني مع الجن وما يجيش يعبس فالا كي ما قلتكم هنا البنات بالنسبة اللي يحبين اكهو آآ تقدروا تزيدولو القرفة ولا القرون فالميا صراحة ندخل البراجة ما نحبش نبدل آآ طعم ديانهم نحب نخليه غرص يعني كي ما راهو ما ندلو لا ما ظهر لحت حاجة برك شفتو هديك المغير فاتع سمن برك لي يزدها وهنا يا هاوليك هنا سمن تاعي واجد شوفوا كيفاش جاء ما شاء الله وكي نديرو المغير فاتع سمن هديك البنات لكم يبقى طري ما مدخل البراج ما يتشقق ما تصرالو حتى حاجة ندوك هنا البنات بعد ما ارتحت هديك العجينة اللي دخلت هديك سمن هنا جيت نخدمها مباشرة هنا نعاون واروحتينا البنات آآ بصاشي كما راكم تشوفوا هكذا باش الخدمات على البراجة تعنا الجينة السهلة هدي خصوصا يعني المبتدئات هي محترفات على باري بلي تقدروا من بلا صاشي تخدمه من هاد الطارقة اي رايحة تسهل عليكم آآ الخدمة يعني ما شاء الله اهنا نخد يعني هاد الكمية ليدرتها البنات باش منساش قطعت لي اكتر من خمسين آآ خمسين حبة يعني خرجت لي اكتر من خمسين حبة يعني قسمت الكوريات مادرتهم مش علازوج باسك سينوير راح اجيني واحدة كبيرة بعد نحصل فيها صافي قسمتهم على اربع كوريات هكذا يعني درت علازوج مرات اهنا البنات تقدروا انا جوب خيفاغ نفتحها كاري ما نديرهاش مدورة هكذا باش ما تخرج ليش بزاف اللي يشوت يعني احنا والفنا البراجكين ديروهم نديرو كما نقولوا احنا قرصة ولا خبزة كبيرة مدورة من بعد نقطعوها يعني انا رايح انتحصلوا على بزاف اللي يشوت انا هنا جوب خيفاغ نديرها موربع نحلها ملو الموربع هكا باش ما ما يخرجوا ليش بزاف اللي يشوت نحل طبقة الاولى تال عجينة كي ما راكم تشوفوا فيها بعد نزيد نحل الغرص تاعي اه بنفس الطريقة يعني حليتو في بينزوت ساشيات اهنا البنات الغرص كي ما تحبو كينلي حبو كمية كبيرة تاع الغرص كينلي حبو كمية صغيرة يعني انا درتها متوسطة مراهيش كبيرة وما راهيش ماهيش خشينة ماهيش بسك البراج معروف عليهم البنات ما تديروهاش بزاف خشينة هكذا باش طيب لكم حمر على وش واحد وما تبقى لكم شعجين لداخل نوك البنات توجغ لبراج ايجو رقاق ميجوش خشين هذي كام ولاحظة وهنايا نجي نسقم كامل هذك الغرص يعني نسي كيفش ميخرج ليش على الاطراف هنا هذك زايد البنات ما نحيتوش بسك عندي فلافامي في العائلة كايين يحبي ياكل فيهم الغرص بزيادة وكايين يحبهم قيس قيس صافي هذك الطرف كامل على بني المنمدهم وليدي يحب بزاف الغرص صافيك توجغ نخلي له هذك الطرف يقول لي ماما نحب كي يكون فيها تمر بزاف على بيها قلت لكم يعني تمر قضية ادواق انا البنات بالنسبة لطبقة ثانية تعسميت كيف كيف حليتها بنفس طريقة بينزوت صاشيات كي ما راكم تشوفوا من بعد نجي نقلبها على الطبقة هذك تعل الغرص هايليك يعني توجغ استعملوا زود صاشيات انا استعملت هذك اللي صاشي تعل الخبز من بعد نجي نقلبها فوق تمر نقلبها عليها من بعد نسجمها نسجمها كامل يعني في الطرف نغطي هذك التمر وين راه يبان يعني نسجم كامل هنا الاطراف عاونوا وحتيكم بالبلاكوبات يعني نسجم مليح الاطراف من بعد نعاود نغطيها بهذاك الكيس البلاستيكي نسجم كامل اطراف كي ما راكم تشوفوا هنا البنات ونعاود نجوز عليها بالحلال يعني خدنا روح خطرة بالطول وخطرة بالعرض هكا بش جيني اه كي ما راكم تشوفوا خطرة ندير الحلال تاعي بالطول وخطرة نعاود نرده بالعرض هكا بش جيني كامل على وجه واحد وما يجينيش كي ما قولوا ما تجيش لوجه تحمد وضاني يعني هالبنات هادا سر من اسرار انه البراج يطيبون لكم كامل يعني على وجه واحد خطروا كن نحلوهم ببيدنا انا راح نخلو هذيك لومبخانة تاعصبعتين فوق الحبه والحبه ما تطيبناش على وجه واحد كامل حمرا يعني وين تكون كي ما نقولوا احنا الحفرة هذيك تاعصبعنا ولا كين نرفدوها يعني ما تقيش موحل تقيس في الطاجين يعني توجه تبقى لنا بلاسة بيدة وبلاسة حمراء يعني هادا سر من اسرار انه البراج تاعنا يطيبون لنا كامل على حبه وحده وثاني هنا البنات البراج كما نعرفوهم ما يجوش خشين بزاف البراج يعني توجو غيجو لطبقة تحوم يعني تجي رقيقة ما تجيش خشينه بزاف وهنا نعود نحي هاداك الساشي تاعي تاع البلاستيك وظلا بعد انجي نقسم هنا البراج للشكل اه يبقى اختياري يعني تحبو تديروهم مقروطات يعني شكل تاع البراج اللي معروف انهم يعني يجي مقروطات تحبو تديروه كاغي تحبو تديروه متلاتات يعني هنا كنت قطعت اه نص قطعته يعني شكل تاع البراج عادي مقروطات ونص الاخر كنت درتو متلاتات شوفو هنا البنات علاش قوت لكم ما تديروهاش مدورة على الاقل هنا ليشوتها ما رايحين يخرجون من يعني كما قولو مليدو كوتي ميلو كان ديروها مدورة صدقوني حتخرج لكم بزاف ليشوت والا نبقى نقطع فيها هكذا ببلاكوبات بالطول من بعد نعاود نجوز عليها كامل ونقطعها مليح وهنا ثاني البنات اللي حب تقطعها بهذاك طابع يعني سبيسيال تاع البراج ما عليها غير تستعملوا هكذا باشي الحبات يجوها كامل على مرة هلا ونبقى نقطع فيهم بهذا الطريقة هنا البنات نجوز نحكي لكم بركة على طياب ديالهم انا هناني رايح نطيبهم في فلاك خيبيا كي ما راكم تشوفوا يعني كي كنت درت فيها الوصفة تعليق خب بزاف ليس قسوني قالوا لي نانو ورين الله ما اكتحها نقول لكم هاي ليك يعني صدقوني متل سقش وطيب على وجه واحد كي ما نعافو البنات الطاجين كي يكون جديد يعني يكون كي ما المقلع يجي كامل على وجه واحد ما كي يبدأ يقدمش توجوه يديرنا هذوك الحفاري على بيها البراج تعنا ما يجوش محمرين يعني دو بخيفيرونس يكون طاجين سبيسيال غير البراج هكذا ما يكونش محفر وما يكونش معوج باش يطيبوه كامل على وجه واحد سينو طيبوهم في الكخيبياغ يعني افضل افضل طريقة انكم طيبوهم في الكخيبياغ هكذا باش يجوكم كامل على وجه واحد شوفوا هنا البنات البراج تعي كيفاش يجوه هذا هو السمك ديالهم يعني الحبا ما تجي خشينا بزاف وما تجيش تاني رقيقة بزاف يعني نعرفوها كي تكون رقيقة ما يشري حتى اخدنا وقت في طيب عكس كي تكون خشينا وكي نطولوا لها في طيب لبراج تعنا امريحين يكحالوا في الطرف وما يتحمرونس هذيك تحمير الشابة دو بخيفيرونس يكونوا شو يارقق كي ما لكم تشوفوا هنا البنات تحبو تخلوهم هكذاك ولا تحبو تديروا لهم هاد الديكور الباسط يعني غير بلا كوبات ولا بالموس نجي ندير لها هاد الشكل على شكل ورقة هلا تاني امريحين يجو شابين ولي حب تخليهم هكذاك تخليهم هكذاك اهنا البنات نجوزو الطريقة تعطيه ديانهم اهنا بعد ما كنت سخنت مليح هذيك الكريب يغدية لي ونقص لها النار كامل اللي بنات ما تسيوش تزيدو لها للنار كي ما نعرفو الحليب يعني هو تاني يساعد في التحمار تاع البراج وفيهم تاني هذوك الزج مغارف تاع العسل يعني هكذا باش تحمارنا جوست كيفو ما نسحقوهاش تحمارنا بالبزاخ ونبقى يعني كي ما قود لكم على نار قليلة ومرة مرة 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 يعني نطلع عليها ونقلبها من تحت حتى تاخد هادك لون ذهابي كي ما قود لكم هنا البنات مرة 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 سيوطلوا على الحبات ديالكم كي تشوفوها حمارة نحيوها يعني متغفلوش عليهم بس كراهي يعني كما قولوا طابقة رقيقة ماشيخشي نبزاف وتمر يعني ما يسحقش يطيب ولا نبقى نقلب فيهم وش نروح لهم غير بالعقل بس صدقوني يا البنات يجوا طريين 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 يعني يجوا الله يبارك ما شاء الله يعني بدا شك فيها نحي ونعاود نرد حتى اه نتحصل على تحمار يكون شباب وحنا البنات وصلنا لنهاية على الفيديو هنا نجيت نقسم معاكم حبت على البراج يعني تلمون كانوا ككك سخونين وليدي ما صبرش عليهم يموت عليهم قليما ما خليني يعني ندلهم لقطة هادية قتلوا هيروح الله ما خليها لك في قلبك وعلا شوفوا هنا البنات كيفاش جاء يعني ما شاء الله صدقوني يجي قاطو ماشي برج سختو يعني لماشي ما فاجر بولا ماشي ما الفي نجح لها نقول لك ديريه وعينيكم غمضين معاك استعلم صدقوني ولا ارواع يعني هاد لي بلا هادو ما توعنات خالي سيونان يعني تقدرو تشربو به قهوة حليب كيمان اولادي صراحة يحبو يفطرو به ديرا كتمو بالبن وهو هكذاك سخون يعني وش نقول لكم ما شاء الله هملك هنا البنات كنت كما قلت لكم قطعت قطعته مقروطات وزيت قطعته موتلاتات دوك هنا نوري لكم كيفاش جاء هادو هما الاشكال لي كون درتهم اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم مع الياغي نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم